مريم التهمة الأبرز للرئيس المعزول التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية وقعة راح ضحيتها حوالي 12 شخصا أغلبهم من أنصاره لكن ما هو العدد الإجمالي لمن قتلوا في أحداث سياسية خلال عهد مرسي بأكمله الأرقام تشير إلى أن عددهم يصل إلى حوالي 110 أشخاص بينما تذكر جهات أخرى عددا آخر يصل إلى 170 على الأقل خلال ثورة يناير عام 2011 أي في عهد الرئيس المقلوع حسن مبارك تم تقدير عدد القتلى الذين سقطوا خلال 18 يوما من الثورة بحوالي 840 قتيلا منهم نحو 550 فقط خلال جمعة الغضب ولا تزال إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته في هذه القضية مستمرة علما أنه تم الإفراج عن مبارك وجرى وضعه في الإقامة الجبرية أما خلال فترة حكم المجلس العسكري فقد قتل ما يقرب من 220 شخصا في أحداث سياسية توزعت ما بين أحداث كنيسة إمبابا والعباسية الأولى والثانية وأحداث مسبيرو ومحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء أو سفارة الإسرائيلية ومذبحة استاد بورسعيد والتي قتل فيها 72 شخصا من مشجعي النادي الأهلي ولم تتم محاكمة أي مسؤول في ذلك الوقت عن جميع هذه الأحداث كما لم يتم إدانة أي ضابط شرطة أو جيش ونأتي إلى العهد الجديد البداية من مجزرة الحرس الجمهورية التي سقط فيها 50 شخصا ثم مجزرة المنصة في السادس والعشرين من يوليو بعد ساعات من مظاهرات تفويد السيسي وراح ضحيتها حوالي 120 قتلان ثم كانت مجزرة فضي اعتصامي رابعة والنهضة وقتل فيهما ما يقرب من ألف شخص منهم حوالي 100 من الشرطة وفقا للروايات الرسمية وأكثر من 2600 شخص وفقا لتحالف دعم الشرعية في السادس عشر من أغسطس قتل ما يقرب من 250 شخصا ثم بعدها بساعات قتل 38 معتقلا حرقا واختناقا في سيارة الترحيلات بأبو زعبل وفي ذكرى السادس من أكتوبر قتل حوالي 55 شخصا هذا بالإضافة إلى ضحايا الهجمات التي وقعت ضد المظاهرات المناهضة للانقلاب بشكل دوري كما قتل خلال هذه الفترة العشرات من أفراد الجيش والشرطة بينهم 25 في هجوم على مجندين بالعريش في التاسع عشر من أغسطس أي أننا في نحو 120 يوما من العهد الجديد سقط حوالي 1700 شخص بحسب الرواية الرسمية وأكثر من 3000 قتيل وفقا لتقديرات أخرى لم يحاكم أحد من المسؤولين لكن صدر قرار بمحاكمة أربعة ضباط فقط اعتبروا مسؤولين عن مقتل المعتقلين في سيارة ترحيلات أبو زعبل وذلك أمام محكمة الجنح لا محكمة الجنايات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر